بسم الله الرحمن الرحيم تبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم له ملك السماوات والأرض يحيي ويليت وهو على كل شيء قدير هو الأول والآخر والظاهر والقاطر وهو بكل شيء عليم هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرض يعلم ما يلد في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرض فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بطير له ملك السماوات والأرض وإلى الله ترجع الأمور يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وهو عليم بذات الصدور آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير وما لكم لا تؤمنون بالله والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم وقد أخذ ميساقكم إن كنتم مؤمنين هو الذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور وإن الله بكل رؤوف رحيم وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والأرض لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعض وقاتلوا وكلا وعد الله حسنا والله بما تعملون خبير من ذا الذي يقرق الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله أجر كريم يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى مورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراءكم اليوم جنات بشراءكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار طالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم يوم يقول المنافقون والمنافقات بالذين آمنوا ننظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطله فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب ينادونهم ألم نكن معكم قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور فاليوم لا يؤقل منكم فدية ولا من الذين كفروا مأواكم النار هي مولاكم وبئس المصير ألم يأمن الذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق وما نزل من الحق ولا يكون كالذين أوتوا الكتاب من قبل فقال عليهم الأمد فقست حبوبهم وكثير منهم فاشقون اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها قد بينا لكم الآيات لعلكم تعفلون إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لهم ولهم حجر كريم والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهم وزينة وتفاخر بينكم وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل قيس أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاعور سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عربها كعرب السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور للذين يبخرون ويأمرون الناس بالبخر ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والإيزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله أن ينصره ورسله بالقيب إن الله قوي عزيز ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا في ذريتهم النبوة والكتاب فمنهم مهتد وكثير منهم فاسقون ثم قفينا على آثارهم برسلنا وقفينا بعيس بن مريم وآتيناه الإنجيل وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة ورهبانية لابتنب تدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها فآتينا الذين آمنوا منهم أجرهم وكثير منهم فاسقون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمسون به ويغفر لكم والله غفور رحيم لألا يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء من فضل الله وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الحضل العظيم